ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وكتفت عناصر الوقاية المدنية من مجهوداتها منذ غرق الأساد حيث بشرت عمليات البحث لعدة أيام من أجل العطور على الجوتة وكان الضحية يعمل مدرسا وهو معروف لدى العديد من الأوساط التعليمية والتقافية في كل من أصيلة وطنجة وتجدر الإشارة أن مدينة أصيلة اهتزت تزوال يوم الأحد الماضي على وقع حادث مروع أودت بحياة أستاذ خمسين غرقا أمام أنظار ابنته وبحسب ذات المصادر فإن الهالك كان يمارس هوايته في الصيد بالقصبة قرب منطقة مارينا جولف ليسقط في الماء بعد أن نازلت قدمه مخلفا وراءه ابنته الصغيرة التي كانت ترافقه